وبما أن فتح القسطنطينية جاء على يد بني إسحاق الذين أسلموا لله فهذا يعني أن الإسلام انتشر في أوروبا قبل هذه الأحداث أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدًا أبدوه ورسوله صلى الله عليه وسلم نوالله 26 سنة من مسيحيتي جاءت دقيقة رياض، بعد ذهبني إلى الرياض، بعد أسبوع، أنا أتسلم سكن anxiety بعد أسبوع قام glocific أنا كنت veoqى رياض أسبوع بعد أسبوع ألميت الله وزا اقترا ب tiltedعash بعد سبوة أنا مصافر من إطاليا لسعودية كريسيان كريسيان بعد سبوة أمات من الله أنا أزلنت في ريات عندما كنت في ريات سبوة بس زيارة بعد سبوة أزلنت اشتركوا في ريات وكما ستتروني وسبوة أمسا بعض المساعدات أو ممتع دقاءة أولمخ من أجل المساعدات ويكون على دقاء مع الفيوان تحديث سبوية سبوية وكما تحديث سكرت وكما تحديث أحب أحب سيديقيا أحب السيد أنا أحب أتكفي جميع الشيطة فالوحب السلطة خلال أحب سيديقيا سعيد مسائل سمع وع이다 والسولد سمع معطفاً هناك أمان انت نفسه وفحير محبظ 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 وعه ويسير ويسير أيها حينها سمع جيد لأنه فيه هذا الشيء في العربية يتحدث في عربية هل تعرف ما هذا الشيء في العربية؟ لا إسلام إسلام هذا الشيء اشتركوا في القرآن یا انتقاطًا و أتسألоронك ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر قسطنطينية من بين من أرادهم الروم قبل بداية معركة آرماجدون لقتالهم لكن المسلمين أبوا ذلك وتواصل جيوش المسلمين مسيرها نحو أوروبا قال عبد الله بن عمر بن العاص بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني قسطنطينية رواه أحمد وتكمل جيوش المسلمين مسيرها إلى أوروبا لفتح روما كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا إلى رومية إيطاليا وكل بلد يفتحونها بالتكبير والتهليل الله أكبر الله فكتائب من أهل الحجاز الذين يجاهدون في سبيل الله لا تأخذهم في الله لومة لائم حتى يفتح الله عز وجل عليهم قسطنطينية والرومية بالتسبيح والتكبير الملاح ويستمر زحف المسلمين إلى روما فيصلون إلى أسوار روما ويبدأ فتح روما بالتهليل والتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتفتح روما بإذن الله كما وعد محمد صلى الله عليه وسلم فيشرع المسلمون في جمع الغنائم وبينما هم كذلك يصيح رجل أن شخصا ظهر على الأرض وإشتركوا في القناة